موسيقى 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 أعتقد أن الأدب عادة هو أكثر الوسائل التي يمكن أن تنقل الثقافة الثقافات العالم كلها انتقلت إلينا عن طريق الأدب على سبيل المثال تعرفنا على ثقافة أمريكا اللاتينية من خلال الروايات التي جاءت من هناك وهي ربما ما عرفت بالواقعية السحرية منذ جابرييل غارسيا ماركيز وغيرهم من الويلزابيلي الليندي وغيرهم من الروائيين الرواية هي التي نقلت الثقافة ثقافة هذه الشعوب تعرفنا على هذه الشعوب والعهد المجتمعات في جميع تحولاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأيضا الإنسانية من خلال الأدب سواء الرواية أو الشعر أو القصة القصيرة أيضا اليابان مثلا على سبيل المثال تعرفنا عليها من خلال الروايين اليابانيين في منتصف القرن الماضي الرواية الروسية مثلا ديستوفيسكي وغيره نقلوا إلينا الثقافة الروسية منذ ربما أكثر من أربعين عاما أعتقد أن الرواية العربية أيضا تستطيع أن تنقل واقع المجتمع العربي ثقافة تحولات الظروف السياسية التي يمر بها من خلال الرواية أو من خلال الشعر الشعر العربي ليست كل الأعمال الروائية يمكن أن تتحول إلى عمل درامي يعني كثير من الأعمال الروائية المتميزة في العالم استطاعت أن تصل إلى القارئ من خلال القراءة لكنها ربما لا يمكن تحولها إلى عمل درامي وبعض هذه الأعمال تم تحولها إلى أعمال درامية لكنها لم تنجح بقدر نجاحها كرواية مكتوبة في المقابل هناك أعمال أيضا نجحت يعني دعني تحدث مثلا على رواية إبراهيم أصلان مالك الحزين حينما حولت إلى عمل درامي في فيلم الكيت كات نجح محمود عبد العزيز كثيرا في نقل هذه الرواية وبشكل ربما مختلف تماما على الرواية في نظري حينما تتحول الرواية يعني من كونها نصا مكتوبا إلى عملا دراميا يجب أن تحقق شيئا مختلفا جديدا ليس بالضرورة أن تتحول إلى نفس العمل الروائي كما حدث مثلا في عمارة عقبيان يعني عمارة عقبيان كان نص روائي يعني بسيط وواضح وكأنما مكتوب تماما للدراما فحينما نقلت إلى الدراما لم تحقق الكثير من قراء الرواية ربما لا يحتاج أن يشاهد هذا الفيلم أعتقد أن العالم العربي لا يغيب فقط في الفن التشكيلي العالم العربي يغيب في كثير من الأشياء يغيب في الأدب وفي الفن التشكيلي وفي الفن الدرامي ويغيب أيضا حتى في الرياضة يعني ما زلنا نحن دون العالم ما زلنا في خطوات متأخرة كثيرا عما يحدث من التطور في العالم أعتقد أن غياب الفن التشكيلي له أسباب كثيرة يعني من بين هذه الأسباب عدم الاعتناء على مستوى الرسمي بالفن التشكيلي سواء في مراحل التعليم التعليم الأولي والتعليم الجامعي عدم الاهتمام بإيجاد صالات فنية في مختلف أنحاء المدن الفن التشكيلي أيضا لا يوجد في مزادات الصالات العالمية المعروفة مثل كريستيز أو سوثبيز لذلك الفن التشكيلي لن يتقدم طالما لم يحقق لهوى هذه الأشياء هذه الأشياء حينما تبدأ من مراحل التعليم الأولي ذائق الفنية لدى الأطفال تتشكل ويصبح قدرتهم على التذوق لأعمال الفنية أكبر وأكثر تصالحا مع هذا الفن أعتقد أننا في مراحل الآن أستطيع أن أقول نحن نعيش مراحل ازدهار في العالم العربي وبالذات في المملكة العربية السعودية هناك اهتمام هناك ازدهار للفن التشكيلي هناك الكثير من المهرجانات التي تقام سنويا هناك الكثير من المعارضة التشكيلية هناك المزيد من بيع اللوحات أصبح المقتني يدرك أن اللوحة لها قيمة ويمكن أن تقتنى في السابق قبل حوالي ثلاثين سنة أنا أدرك تماما أنه كان من النادر أن يستطيع الفنان التشكيلي أن يسوق هذه الأعمال وأن يحصل في مقابلها على المال أعتقد أن التنوع الثقافي مهم للغاية ويجب علينا الحفاظ عليه في مختلف الدول العربية يعني دعني أتحدث عن التنوع الثقافي مثلا في المملكة العربية السعودية ثقافة الشمال تختلف كثيرا عن ثقافة الجنوب ثقافة الشرق تختلف عن ثقافة الغرب ثقافة الوسط لها نكهة وشكل مختلف يعني بالتأكيد أن الثقافة بكل فروعها سواء في الفنون البصرية أو بالفنون البكتوبة أو حتى بالأعمال الدرامية التي توجد في بيئة مثلا مثل بيئة الحجاز تختلف تماما عن بيئة نجد في الجنوب أيضا تختلف عن بيئات القصيم وحائل وغيرها من مدن الشمال هذا التنوع الثقافي يجب علينا أن نحافظ عليه سواء على المستوى الخارجي أو حتى على المستويات الإبداعية فهذا التنوع هو ما يكسب ثقافتنا قيمة لدى المتلقي ولدى الإنسان في الخارج وأبسط مثال على هذا التنوع وهذا الثراء هو ما يحدث سنويا في المهرجان الوطني للتراث الثقافة مهرجان الجندرية يستطيع أن يكشف هذا التنوع سواء عبر الفلكلور أو عبر المنتجات وعبر الأكل عبر الملبس عبر الثقافة عبر الحديث عبر اللهجة هذا التنوع أنا أعتقد أنه إذا أردنا أن نبحث عنه فهو موجود بشكل كبير جدا في المملكة أعتقد أن المستقبل الآن هو الوسائل التواصل الاجتماعي يعني كلنا ندرك ما حدث مثلا يعني دعني أطرح هذا المثال البسيط على مستوى الإعلام أو الصحافة يعني الصحافة الوراقية اليوم أصبحت تقريبا تكاد تحتضر فلم يعد المقال في قيمته يعادل قيمة تغريدة في تويتر أو مقال في الفيسبوك أو هذه الوسائل المتنوعة الآن المستقبل بدأ يظهر جليا كثير من الصحف المؤسسات الصحفية أدركت هذا المأزق كثير منها تورط إلى حد كبير هذا على مستوى المملكة أو على مستوى الوطن العربي في الدول الأجنبية في أمريكا على سبيل المثال كثير من الصحف اكتفت الآن بالنسخة الرقمية ولم تعد تهتم بالنسخة الوراقية أنا أدرك أن الكتاب الوراقي سيبقى وأدرك أن الصحيفة أيضا ستبقى لكنها لن تكون كما كانت وبالتالي تغيرت حتى الآلية لم يعد مثلا الإعلان يتجه إلى الصحافة الوراقية كما كان صادقا وإنما أصبح الإعلان يتجه مع المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشال ميديا أن وسائل التواصل الاجتماعي حينما تستغل بطريقة ذكية فهي قادرة على نقل الثقافة العربية إلى العالم الآن نحن نشاهد تماما جيل قادم في مختلف الدول العربية وبالذات في المملكة قادر على التفاعل مع العالم قادر على الاندماج والحوار مع الآخر يمتلك القدرة سواء على مستوى اللغة أو اللغات حتى كثير من الجيل الشاب لديه عدد من اللغات يستطيع أن يوصل ثقافته ووعيه وحضارته وأيضا دينه وهويته إلى العالم عبر هذه الوسائل أنا أعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي الآن أصبحت هي الحاسن في التفاعل مع الآخر وفي فرض السيطرة والرؤية التي تمتلكها الشعوب شكرا